كلما فتحت الشرعية بابا للسلام أغلقته ميليشيا الحوثي هذا ما تشير إليه وقائع الأيام التالية لاتفاقية سيكهولم الاتفاقية التي نصت على ضرورة فتح المواني والمطارات سعيا لتسهيل تنقل المواطنين ومرور البضايع ففي ظل التعقيدات التي خلقتها ميليشيا الحوثي على أرض الحديدة أبدت الشرعية موافقتها لفتح نافذة تنازلات جديدة في سماء صنعاء ووفق وكالة سبأ الحكومية فإن الرئيس هادي أكد للمبعوث الأممي مارتين غريفث استعداد الحكومة بإعادة فتح الرحلات الداخلية في مطار صنعاء من أجل تخفيف معاناة المواطنين الإشارة إلى فتح مطار صنعاء خلال اللقاء هادي بالمبعوث الدولي يرمي بالكرة مرة ثانية بحسب مراقبين إلى يد ميليشيا الحوثي التي أظهرتها تحركات الأيام الماضية كمعرقلة لبنود اتفاق السويد وهو ما يطرح تساؤلاً عن مدى رغبة الحوثي في تأهيئة الأجواء لفتح مطار صنعاء دون اشتراطات تعجيزية ليس وحده مطار صنعاء من يحمل استفهامات حول إعادة تنشيط الحياة المدنية فيه فمطارات المناطق المحررة تفتح تساؤلات عن كيفية تنشيط الرحلات فيها وملجهات التي ستدير تلك المطارات خصوصاً في ظل سيطرة السعودية والإمارات على النطاق الجوي لمطارات عدن وسيئون والمكلة وسقطرة والمهرة تبدو إشارة الرئيس هادي إلى فتح مطارات تقع في نطاق الشرعية وفق محللين اتهاماً غير مباشراً للتحالف بعرقلة تفعيل النشاط الجوي ما يلقي بمسؤولية إعادة الحياة للمطارات على عاتق الحوث والتحالف لكن ذلك يؤكد بالنسبة لليمنيين حقيقة مرة أن رحلاتهم كما هي معاناتهم ما زالت طويلة وخارج نطاق السيادة